هم عارفين حقيقة الوضع الداخلي وعارفين بأن إذا فيه هدوء نسبي راجع للمخبط كما قالها وزيرهم هذا اللي يسمى زيتوني قبل أيام قال لهم ما نخرجوا لكمش المخبط معناها للتخويف للعصاء الشرطة الدرك المخابرات الأخر تخويف الناس ترهيب الناس لكنك لا تستطيع أن تبقى الجمهورية جمهورية خوف لا تستطيع أو كانت جمهورية خوف واحد الوقت وأقل من هذا الخوف ومع ذلك نفجر الناس كانوا يحيى واش كان يخرج يقول لا لكن تتذكرون ذلك يقول باللي الشعب مراحش يخرج وإذا خرج دولة موجودة العصاء وما كي يقولوا هنا الدولة بمعنى الشرطة والدرك والقمع ورأوا يحيى الآن راهوا مرمي في سجن من السجون بعد أن اعترف من الاعترافات اللي اعترفها أنه كان يتلقى الذهب من إحدى الدول هو مذكرهاش لكن عرفنا أنها الإمارات وكان يبيعوا في السوق السوداء مع أنه كان ينهاب وكانت عنده الشركات وكانت عنده الفلات والحراسة والأمن وكان هو من أولي الأمر والحكام إلى آخره إلى آخره وجوده يحيف سجن حق لكن اللي سجنوه لم يسجنوه لأنهم هما على حق هما على باطل وهو على باطل وكان الصراع على قضية الحكم وبعدين زاد في ضحهم بقضية ليلينغو دور هم عارفين هذه طيب الوقت اللي يخرج فيه الحراك برغم أنها عصابة تلك الفترة هي كلها عصابة لكن تفرقت بدلت شوية الوجوه كانت مرة مرة تقول لك الخارج وفي خطر على الجزائر وكذا بالفعل حقيقة ما كانتش كم مرة المخاطر الآن الآن لديك حدود كلها ما بين المتوتر إلى المتوتر جدا إلى التهديد الأوضاع في تونس تدعو إلى التوتر خاصة مع هذا مع تونس يقدر يبدل فيستا في أي لحظة والإمارات رامي يضغط عليه باش يعود يبدل ولو كان ما خافش لما راح عطاف وراحكيت عليها يومها ولو قال له قال له إلا غيرت رك عارف يعني إحنا ما نقدر ندره الكوال وإحنا رانعونوكم في مكافحة الإرهاب بعبارات هكذا بهذا المعنى يعني بمعنى واحدة أخر قال هالو أنا نقدر نحطه القنابل قل ثلاثة نقل قولك تونس هذا اللي أنا مخوف مع توه تونس فقط لكن لا يثق فيهم ولا أعارف ينقلب عليهم فإي لحظة في ليبيا الأمور متوترة جدا متوترة داخليا بين الليبيين نهيك على وجود حفتر ليس بعيد على حدودنا بل على حدودنا في بعض المناطق السيطرة عليها حفتر على حدودنا والإمارات اللي هي عارفين دورها وعارفين تحريكها الأوضاع وفاغنر في النيجر آخر ما تحدثنا عليه أول أمس هو أن النيجر طردوا الأمريكان بعد أن كانوا طردوا الفرنسيس أمر جميل لكن للأسف جابوا الروس فإذا بالأمر أسوأ لأن الروس اللي جابوهم هم فاغنر وفاغنر هم داعش تار الروس يذبحون ويقتلون ويقتصبون هذه القواعد الأمريكية والفرنسية تعد موجودة عندهم شوية قوانين وأنظمة وإلى آخر عندهم بصحة ذوك أكثر من داعش المالي داعش مش برك داعش يعني داعش باغنر ولمسؤولين الماليين أصبح بالنسبة لهم أصبحت الهجوم على الجزائر والنظام في الجزائر أصبح رياضة وطنية ورياضة صباحية كل يوم رأي فيها هجومات لا تنتهي طبعا يسببوا الجزائر والنظام في الجزائر هذه مالي اللي كانت خلاص والجزائر ستين سنة وهي تمدلها وتعاونها وتعبث هناك أيضا الديارس عندها معبثت في مالي تعني نكون منصفين الموريطاني يفيد الإماراتيين إلى درجة أن الرئيس الموريطاني يحضر الجزائر ويحضر لي ما يسمى بقمة الغاز ولكن لما جاء قال تببون نديروا المغرب انتع ربعة بدون المغرب الكبير بدون المغرب الأقصى الموريطاني قال له لا أنا هذي ما ندخلش في هذه اللعبة روح دير هنتا والتونسي والليبي فكانت فضيحة للنظام الجزائري اللي كان قبلها بأسبوعين وقع معاه في تندوف طريق من تندوف للزويرات ومنش عارف إلى آخره لكن الرئيس الموريطاني قال له أنا ما نبشيش لأنه يعرف الرئيس الموريطاني عنده علاقات أيضا مع النظام المغربي وعنده علاقات مع الإمارات اللي عندها دور هناك أيضا لأنه في الجزائر ورفض حضور تلك القمة في الحقيقة حسنا فعل لأن المغرب الكبير يبنى بدول الخمسة ما يبناش بزوج ولا ثلاثة ولا ربعة حتى لو كان يكون قدوة ربعة ويقولوا مثلا نقص موريطانيا شخصين يقول له هذا خطأ أو نقص ليبيا أو نقص تونس بدون المغرب والجزائر ما فيش مغرب كبير ما فيش عبث الباقي يكون عبث ثوار ثوار الجزائر هما في زمن الثورة انتم تعرفوا أن طائرة معرفة بالزعماء الخمسة خطفت عندما انطلقت من المغرب راحة لتونس خطفها الفرنسيس فوق الأجوال الجزائرية وش كانوا يديروا كانوا رحوا يحضروا للقاء من أجل بناء المغرب الكبير بعد استقلال الجزائر مؤتمر لأحزاب مغربية شوف تفكير ثوار أنا ذاك قبل سبعين سنة بينما عندنا السفهاء الآن يجي قل لك أن ما فيش المغرب الكبير بكل دوله أو بدون ما يمشيش إذن زر التوترات عندهم مع المغرب مش برك قضية الصحراء هذه اللي خمسين سنة ويتذبحن كجزائرين وكمغاربة ولكن من حي اللي آخر تظهر مرة وقال لك المغاربة ضربوا جزائريين لهيه مرة هم قال لك جزائريين غرقوا مغاربة من جهة الحدود البحرية مرة هاي قضية الإقامات ومش عارف على السفارة وبعد ظهرت بالليموش قعدت على السفارة وإلى آخر وخصومات متساعدة نهيك عن الأدوار اللي تلعبها دول أصبحت لا تخلي في عداءها للجزائر وحتى العصارة الإمارات وروسيا ترجمة نانسي قنقر